اسم التجربة استقلالية الحركة الهدف من التجربة توضيح الطبيعة المستقلة للحركة في البعدين الأفقي والرأسي عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة العمل في مكان فارغ أدوات التجربة كرتان متماثلتان طاولة خطوات إجراء التجربة نرفع الكرة الأولى لتصبح بموازات سطح الطاولة ونضع الكرة الأخرى على سطح الطاولة عند حفتها نفلت الكرة الأولى ونقذف الكرة الثانية أفقياً في اللحظة نفسها فنلاحظ أصول الكرتين معاً النتائج ارتفاع الكرتين خلال الإسقاط والقذف متساون لذا فإن سرعتهما المتوسطتين الرأسيتين متساويتان خلال المدة الزمنية نفسها وتدل المسافة الرأسية المتزايدة التي يقطعانها على أن الحركة متسارعة في اتجاه الأسفل وهذا بسبب قوة الجاذبية الأرضية ونلاحظ أن الحركة الأفقية للكرة المقذوفة لم تؤثر في حركتها الرأسية فالجسم المقذوف أفقياً ليس له سرعة ابتدائية رأسية لذا فحركته الرأسية تشبه حركة الجسم الذي يسقط رأسياً من السكون وتتزايد السرعة في اتجاه الأسفل بانتظام بسبب قوة الجاذبية الأرضية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة